طيب تعالوا نروح لكواليس اعتذار نادي الزمالك عن عدم المشاركة في السوبر وكواليس اختيار بيراميدز بدلا منه كل الكواليس والتفاصيل كالعادة احنا هنا في رقم عشر هنقولها لكم بالتفصيل المميل تعالوا نشوف اولا البداية كانت بارسال اتحاد الكرة طلبا الى الزمالك لتحديد موقفه من خوض السوبر ومنحه مهلة محددة وهو ما رد عليه الزمالك بخطاب رسمي اعلن فيه اعتذاره عن عدم خوض السوبر واعلن اتحاد الكرة عن عقد اجتماعا طارقا لاجاد حل للازم سنين اثناء عدم وضوح موقف الزمالك فتح اتحاد الكرة خطوط اتصال مع انداد بيراميدز وطراع الجيش وفيوتشر لمعرفة موقفهم حيث تلقى الاتحاد موافقة من بيراميدز شرط تأجيل المباراة 24 ساعة خصوصا وان الفريق عاد من رحلة جنوب افريقيا صباح السرساء بينما وافق فيوتشر على المشاركة ولم يحدد الطلاقع موقفه النهائي بشكل رسمي سالسا توصل اتحاد الكرة الاتفاق مع فيوتشر لخوض المباراة لانقاذ الموقف لسرعة انهاء التأشيرات وحجز تذاكر الطيران وابلغ علي ماهر مدرب الفريق لعبيب السفر يوم الاربعاء لخوض مباراة السوبر رابعا قبل بدء اجتماع اتحاد الكرة الطارق بدقائق ارسل بيراميدز خطابا جديدا يؤكد فيه جهازياته للمشاركة في السوبر وتمسكه بحقه وفقا لللاحة كونه صاحب المركز الثاني في دوري الموسم الماضي ليتم بعدها الاعلان عن مشاركته في السوبر بديلا للزمالك خامسا بعث البراميدز تطير الى الامارات في السادسة مساء الاربعاء حيث يتولى اتحاد الكرة انهاء اجراءات السفر على متن الطائرة خاصة وتحمل تكلفة الاقامة والتراكلات في الامارات كما انه لن يكون هناك اي تغيير في الترتيبات الخاصة بمباراة السوبر بعد وتجرى حاليا المشاورات بشهد تذاكر جمعية للزمالك التي تم حجزها سيدسا رفض اغلبية اعضاء اتحاد الكرة اعلان عقوبة اعتزار الزمالك خلال الاجتماع وهيتغريمه 500 الف جنيه وحرمانه من السوبر لمدة عام منع لتفاكم الازمة وسيتم اختار الزمالك بالعقوبة بعد المباراة بس كده طيب